اشتركوا في القناة ورحت الآن خصوصا ما يتعلق بكسحات الألغام حيث أن جل الشهداء قد وقعوا ضحية الألغام والعبوات المتفجرة شيع أهالي مدينة مصرات الأحد الشهيد محمد سوالم وزير العمل السابق الذي استشهد السابت في اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة في طريق اللود جنوبية منطقة أبوغرين عدد من أعيان مدينة مصرات ألقوا كلمة تأبنية في حق الشهيد أشهدوا فيها بمأثره ومناقبه ودعوا فيها المقاتلين إلى توحيد الصف وجمع الكلمة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة يذكروا أن الشهيد محمد سوالم كان قد شاغل منصب وزير العمل والتأهيل بحكومة علي زدان وأمير كتبة الأحصار وحضو سابق في المجلس المحلي وحضو مجلس حكماء وأعيان مدينة مصرات قال مصدر نعلمي من مدينة مصرات أن قوات الثوار اشتبكت السابت مع حاناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ودي اللود جنوبية أبوغرين المصدر قال أن حاناصر من القوى الثالثة القادمة من الجنوب باتجاه بوابة البغلة اشتبكت مع حاناصر تنظيم الدولة بطريق اللود مما أدى إلى استشهاد اثنين من قوات الثوار وجرح آخرين حالتهم متفوتة الخطورة المصدر أضاف أن قوات الثوار عانت من بعض الألغام الأرضية مشيراً لانفجار لغام بمنطقة أبوغرين أسفر عن سقوط شهداء وجرحة منح مجرم الحرب خليفة حفتر وزير الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي مهلة للانسحاب من الحكومة والعودة فوراً إلى مدينة بنغزي وأقال ضابط فيما يعرف بالقيادة العامة التابحة للبرلمان المنحلة والتي يترأسها مجرم الحرب خليفة حفتر قال في تصريح له السابت لموقع أرامينيوز الإماراتية إن حفتر تقدم بمهلة للعقيدة المهدي البرغثي للانسحاب من الحكومة المقترحة والعودة فوراً لقيادة محاول القتال للكتيب 204 دبابات التي يرأسها البرغثي حسب قوله ولم يحدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه المهلة التي حددت الانسحاب البرغثي لكنه أكد أنه لن يمنح وقتاً طويلاً لتغدير موقفه وفي الخبر الأخير حيث أطلق مجموعة من أهالي مدينة درنس سابت قافلة إغاثة إلى نازح مدينة سيرت والقاتلين بمدينة بنوليد وذلك من بوابة الجبس الكائن في ضواحي عاصمة طرابلوس مشرف الحملة عبدالله الحصادي أفاد في تصريح صحفي أن هذه القافلة شملت خمسة شاحنات محملة بمواد غذائية ودوائية وأغطية وغيرها من المستلزمات اليومية مضيفاً أن هذه الحملة تأتي لتخفيف الحمل الواقع على أهالي بنوليد يشار إلى أن سكان المدينة والمدن المجاورة لها تشهد حملات إغاثة للنازحين من مدينة سيرت ومناطق شرقي مصراتة جراء الاشتباكات الدائرة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة ختم الموجز إلى اللقاء